السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي فورتنايت أعلنت الحرب رسميا على شركة أبل وشركة جوجل أيضا الكثير من الأخبار التقنية أو ما يتعلق بتحديث التطبيقات إن شاء الله سنشوفها في هذا الفيديو لهذا الأسبوع خلين نبدأ الفيديو مع بعض الشركة الأولى عالميا من حيث مبيعات الجوالات هي شركة سامسونج تليها شركة هواوي وثالثا أبل شركة هواوي أزاحت شركة سامسونج من المركز الأول واحتلت المركز الأول حاليا من حيث عدد مبيعات الأجهزة حول العالم وأصبحت منظومة سيرفيس هواوي موبايل تزدهر مع 1.6 مليون مطور عالمي ووصل عدد مستخدمي أجهزة هواوي إلى 700 مليون جهاز حول العالم حاليا تطبيق الواتس أب يختبر ميزة تشغيل الحساب على عدة أنظمة زي تطبيق التليجرام نفس الفكرة تقدر تشغل تطبيق التليجرام على الآيفون على الأيباد على أجهزة الأندرويد على الكمبيوتر كلها بنفس الحساب فبإذن الله توصل قريب ويصير تقدر تستخدم أيضا الميزة اللي منتظرينها اللي هي تقدر تشغل الواتس أب في نفس الوقت على أكثر من جهاز تسريب تصميم بسيط يكشف لنا عن اللي هو هواوي الواتش فت القادمة من شركة هواوي شركة جوجل تطلق ميزة البيت تايم اللي هي احتساب وقت النوم لأجهزة الأندرويد وحاليا موجود الميزة في تطبيق المنبه على أجهزة البكسل وأكيد بتوصل لباقي الأجهزة قريبا علما بأن هذه الميزة موجودة أيضا على أجهزة الآيفون شركة جوجل تختبر ميزة جدا رائعة وهي الملف الشخصي عند تفعيل الميزة تقدر تسوي لك زي كرت شخصي لو بحثت على سبيل المثال في جوجل على محمد حدايدي يكون محمد حدايدي منشئ كرته الشخصي فيه اسمه وظيفته مهنته هواياته رقمه وسائل الاتصال أو التواصل بهذا الشكل هتكون الميزة وطبعا الميزة هتكون متاحة للجميع حاليا في تطبيق تويتر بشكل رسمي على جميع الأنظمة تقدر تخصص مين اللي يرد على تغريدتك وتقدر تمنع الجميع ومثلا تخصص واحد فقط شركة سوني تطلق كاميرتها من فئة الألفا السيفن اس وبتكون متوفر إن شاء الله في المملكة العربية السعودية في أواخر شهر أكتوبر من عام 2020 ونيجي للخبر الأهم والحدث الأكبر فورتنايت متجر أبل الأبستور متجر التطبيقات والألعاب كذلك متجر جوجل أو جوجل بلاي للأندرويد أنظمة هذه المتاجر أنت عندك تطبيق أو عندك لعبة بداخلها عمليات شراء أو حتى كانت بفلوس هي نظام شركة أبل وشركة جوجل إنها تقاسمك بالأرباح أو بمعنى آخر تاخد نسبة على كل عملية شراء بغض النظر عن النسبة كم بالنسبة لعبة فورتنايت على حسب ما تم نشره إن شركة أبل وشركة جوجل تاخد 30% على كل عملية شراء من داخل لعبة فورتنايت بمعنى أوضح إنت الآن اشتريت بمية دولار في لعبة فورتنايت من جهازك الآيفون أو جهازك الأندرويد شركة أبل أو شركة جوجل حتاخد 30 دولار وال70 دولار تذهب إلى شركة فورتنايت وطبعا هذا النظام ما هو جديد وساري من أول ما فتحت المتاجر على جميع التطبيقات والألعاب ولكن صاحبنا في فورتنايت قرر اليوم إنه يضيف خيار جديد لو أنت حابب تشتري بدون عمولة أبل على أجزة الآيفون فحاطط لك السعر اللي هو بعد الخصم كم هيكون وطبعا السعر بعد الخصم ما هتذهب أي أرباح لشركة أبل أبل على طول حذفت اللعبة من متجر الآب ستور أدخل الآن آيفونك أو آيبادك أبحث عن فورتنايت ما هتحصلها وأي شيء هتحصله حيكون خلفيات نغمات إرشادات اللعبة غير متوفرة حاليا على الأبستور وبعدها بساعة أو ساعتين أيضا قامت جوجل حذفت اللعبة أيضا من متجرها ولكن أصحاب أجلسة الأندرويد ما عندك أي إشكالية تقدر تدخل موقع الإبك نفسه اللي هو متجر الألعاب الخاص بفورتنايت وتقدر تحمل اللعبة وتثبتها من خارج متجر جوجل بلاي أو حتى من أي متجر كانت أنت في الأندرويد عالم مفتوح حمل ما تشاء ولكن لو أنت تمتلك جهاز آيفون أو آيباد وأنت من محبي لعبة فورتنايت فأنصحك بعدم حذف اللعبة لأنه لا يوجد طريقة لتحميلها حتى يتم الصلح بينهم جميعاً طبعا ردت في تويتر شركة أيضا إبك المالكة للعبة فورتنايت وقالت أنه حنرفع قضية على أبل و جوجل بسبب الاحتكار الموجود يعني من وجهة نظرها شركة إبك المالكة الفورتنايت أنه بتوقف مع صف اللاعبين لهذه اللعبة أو محبيه هذه اللعبة نبي يقول لك إحنا حبين نوفر على المستخدم ونبغى يشتري بأرخص الأسعار وأبل و جوجل بتاخد نسبة عالية من الأرباح فلذلك المستخدم بيدفع أكثر فحيكون أسبوع حافل بالمشاكل والمضاربات بين الشركتين أو شركة أبل و جوجل حيتحدو ضد لعبة فورتنايت والآن إنت لو دخلت اللعبة من السوني مثلاً بريستيشن فور أو من الإكس بوكس حتلاحظ الأسعار نازلاء اللي هي أسعار شراء النقود من داخل لعبة فورتنايت لأنه راحة الأرباح اللي كانت بتاخدها أبل و جوجل وحتلاقي الأسعار مخفضة داخل اللعبة مو حابب أطول عليكم هذه كانت أبرز الأخبار التقنية خلال هذا الأسبوع انتظرونا الأسبوع القادم في الفقرة القادمة بإذن الله يعطيكم ألف عافية لا تنسونا ملاك سبسكرايب في القناة وفي أمان الله